السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد درس سهل وبسيط وهو تنوين الاسم الممدود والاسم المنقوص والاسم المقصور اول حاجة الاسم الممدود الاسم الممدود هو كل اسم ينتهي بالف بعدها همزة على السطر زي ماء، هواء، بناء، شفاء في حالة الرفع ينون الاسم الممدود بضمتين فوق الهمزة زي هذه سماء صافية سماء هنا خبر مرفوع علشان كده حطينا ضمتين اما في حالة النصب ينون الفعل الممدود بفتحتين على الهمزة زي شاربتو ماء عزبا ماء مفعول به منصوب علشان كده ضفنا فتحتين على الهمزة وناخد بالنا اننا مش هنضيف الف التنوين اما في حالة الجر ينون الاسم الممدود باضافة كسرتين تحت الهمزة زي شاربتو من ماء عزبا ماء هنا اسم مجرور علشان كده هنحط الكسرتين تحت الهمزة ندخل بقى في تاني حاجة وهو الاسم المنقوس الاسم المنقوس هو كل اسم ينتهي بياء مكسور ما قبلها زي قادي راضي شاكي باكي داعي في حالة الرفع والجر في الاسم المنقوس بنحزف الياء ونعوض عنها بتنوين بالكسر انت راضي عني راضي خبر مرفوع علشان كده حزفنا الياء وعوضنا عنه بتنوين بالكسر سمعت الحكمة من قاضي عادل قاضي هنا اسم مجرور فحزفنا الياء وحطينا بدلها تنوين بالكسر علشان هي اسم منقوس اما في حالة النصب بينون الاسم المنقوس باضافة فتحتين على الياء مع الف التنوين قابلت قاضيا عادلا نلاحظ اننا ما حزفناش الياء وحطينا عليها فتحتين واضفنا الف التنوين اخر حاجة الاسم المقصور الاسم المقصور هو كل اسم ينتهي بالف لازمة سواء كانت الف قائمة زي عصة او على شكل اياء غير منقوطة زي فتا الاسم المقصور بيلزم تنوين واحد سواء في حالة الرفع او الجر او النصب وهو فتحتين على الحرف اللي بيكون قبل الالف الليينة زي عصة فتا لما نيجي ننونها هنحط لها تنوين بالفتح هتبقى عصن فتن نحط فتحتين فوق الحرف اللي قبل الالف الليينة ما ينفعش ابدا ننونها تنوين بالضم او تنوين بالكسر يا ما ينفعش نقول فتن فتن وكده نكون خلصنا وناخد ملخص سريع لكل اللي قلناه عند تنوين الاسم المقصور فهو يلزم تنوينا واحدا في الحالات الاعرابية السلاس وهو فتحتين على الحرف اللي بيكون قبل الالف الليينة زي عصن فتن عند تنوين الاسم المنقص نحزف الياء ونضع كسرتين في آخره في حالتين الرفع والجر زي راضي قاضي أما في حالة النص بنضع فتحتين على الياء ونضع ألف التنوين زي راضيان قاضيان أما في الاسم الممدود فبينون الاسم الممدود بضمتين فوق الهمزة في حالة الرفع زي سماء هواء أما في حالة النص فبنضع فتحتين على الهمزة زي سماء هواء أما في حالة الجر فبنحط كسرتين تحت الهمزة زي سماء هواء وبكده يكون درسنا انتهى ويراب يكون سهل وبسيط ولو عجبكم الفيديو دوسوا اعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا بجرس علشان يوصولوكم بكل جديد وشاركوا الفيديو ده مع صحابكم علشان يستفيدوا منه ومع السلامة وفرعية الله